يخدوا معا يلي هو المحامي رامي علاء يلي تم توقيفه يلي طلع ويقول وسنقطحم وسنداهم وسنحقق بغطاء من غادة عون أولا هل استبدلت غادة عون ودي عقل ومجموعة التيار الوطني الحر برامي علاء كرمال ما يبين أنه التحقيق عم ياخد طابع حزبي عوني أنه ليكوجبنا حدا بيسمي حاله مجتمع مدني وهو مش تيار وطني حر اسمه رامي علاء يعني دور ودي عقل والمحامين الشباب المعقردة والمشترين استزراء معلاء استزريات في كتير من الخرق للقانون حصل بأكتر من موضع يعني الاستزراء معلاء هو سبق وادعى بأكتر من ملف هو قيد التحقيق عند القاضي غادة عون أو كان هو مثلا قدم إخبارات فيها المفارقة بالموضوع يعني تضارب مصالح كان يحضر التحقيقات كان يطرح أسئلة على الشهود هو ما قاله حق بهذا الموضوع ما قاله صفة أبدا ما قاله صفة وليس له حق بهذا الموضوع هو بعض الوضعات عم بيقوله ينفس عمليات مدهمة هو إلا أنه ضابط عدلية ولا قاله حق يشارك بكسر ولا قاله حق يشارك بخلع صار فيه من إبل وتهجم على مراجع قضائية على مدعي عام التمييز على النيابة العامة يا سيدي قد يدخل هذا الموضوع من خانة فرية التعديل البعض يقول أنه لا يحق توقيف رامي علاء بهذه الطريقة البوليسية من قبل شعبة المعلومات بإشارة غسان عويدات ولكن مصر في حالة تضامن مع رامي علاء بسبب الأسباب التي ذكرتها والسبب الثاني أنه فيه هناك ملفات فساد ربما قد يشوبه بعض الشبهات حول يعني رامي علاء عم يعرض نفسه على أنه هو محامي ومكافح للفساد في شيء أثير مع المقاول والمتعهد جهاد العرب يعني بيروح بيقول له أنا بدي يفتح ملف وقت المطامر والكوستا برافا وإلى آخره وقال له أنا بدي أعمل جمعية بقية لنفحص المياه بقال له دايش بتكلف أول شيء ما بعرف إذا هو مؤسسة أو جهة معنية بفحص المياه بس خليني أقول المجتمع مدني قال له إيه فحصوا المياه قال له بس هايدي بتكلفنا 200 ألف دولار فعزبنا نفحص المياه بدنا التكلف قال له طيب قال له أنت بدك تدفع الكلف هذا الموضوع اللي يعتبر رشوة هلأ هو طبعا بس فحصوا المياه ما رجعنا سمعنا الموضوع قال له يا جهاد العرب عطينا 200 ألف دولار تنفحص الماي هل هذا الموضوع يعتبر رشوة مقنعة يعني هل رمي عليه قام بابتزاز جهاد العرب واليوم هذا كان أحد الأسباب يلي ما خلت الناشطين نحن مش وزا بتم توقيف محامي بهذه الطريقة بتقوم لأيامه بالبلد شفنا كل قليلة متعاطفة معه هل هذا هو السبب أو هذه الأسباب أول شيء أستاذ رياض بهذا الموضوع أنا بعتبر أنه هذا الكلام لأنه قيل قبل كمان وهلا حضرتك عم تتفضل فيه هذا يجب أن يكون أخبار من نياب العامي التمييزي وأن يجري التحيئ فيه بما خاصة الأستاذ رامي علاء بغض النظر عن هذا الموضوع إذا فيه قصة فساد هذا القضاء بحق فيه ولكن أيضا خلينا بما خاصة تضامن مع الأستاذ رامي علاء خلينا نذكر أنه نياب العامي التمييزي كانت طلبة إذن من نقابة المحامين لملحقته أنا بعرف أنه نقابة المحامين أعطت الإذن بملحقته بناء على جرأ استدعاءه للاستاذ رامي علاء للتحيئ أمام القادي غسان خوري لم يمثل صدرت مذكرة أحضار على كلهم بعتقد أنه أنا مثل ما ودي عائل وفوزي مشلب والشباب ما بنظل نعملهم دعاية ونسميهم ياللي كانت تشتغل من خلالهم غادعون بالتويتر ويدعيوا قدامه ويقدموا أخبارات بعتقد رامي علاء انضم إلى هذه القافلة وفقد مصدقيته بهذه الموضوع أنا بهذه الفكرة أبل ما أختم مع الأستاذ يوسف دياب كان مقرر يكون معنى المحامل وأي غندور وكان مفروض يكون معنى محامين بفكرات أخرى اليوم نقيب المحامين النقيب ملحم خلف منع أي محامي من أنه يطلع على التلفزيون ما عم يعطيه إن إذن على أعتبار أنه ما بعرف شو الأسباب أنه ما لازم يحكوا هلأ فنحن بدنا نقول للنقيب ملحم خلف اللي هو حبيبنا وصديقنا وصديق الأم تيفي ونحن مثل ما هذا البرنامج بإسم الشعب ولد من رحم ثورة سبعة عشرين هو عمل نقيب من ثورة سبعة عشرين بكل محبة يا حضرة النقيب ما بيحقلك أنك تمنع محامين من أنهم يطلعوا على التلفزيون ويبدوا برأيون هذا موضوع يتعارض مع حرية التعبير لأنه اليوم هذه الملفات بالبلد يلي تتعلق بالقضاء وتتعلق بحقوق الإنسان مين بدوا يحكي عنا إذا ما كان عم يحكي عنا محامي يعني حتى عم بتأشط المحامين يعني الحق يلي أي مواطن عادي بيتمتع فيه بيقدر يطلع على التلفزيون ومحامين بيفهموا بملفات الفساد فنحنا نتمنى على النقيب أن يتراجع عن هذا القرار لأنه إذا بعض المحامين لم يتجرأوا يخبروك نحنا منخبرك لأنه خبرونا إلنا نحنا أنه هناك تململ كبير جدا نتمنى عليك أنك تتراجع عن هذا الموضوع لأنه نعيب محامين يومي